اهلا فيكم مشاهدينا من الجديد بثالث استضافاتنا لليوم رعاية اليتيم العربي رسالة انسانية تمثل مسئولية اجتماعية لا تقتصر على فئة دون غيرها يسرني ان تكون معي رئيسة جمعية اليتيم العربي المهندسة صفاء جرار للحديث عن هذا التحدي الكبير في رعاية هذه الفئة يسعد صباح صباح النور صباح الخير أهلا وسهلا فيك خير نتحدث عن تقييم رعاية اليتيم أردنيا وعربيا أنا محبني أردنيا قبل عربيا مبدئيا أول شي صباح الخير وشكرا لكم انكم عم تعطونا هاي الفرصة للتعريف بلجنة اليتيم العربي واجبنا بس بحب أصحح معلومة اني أنا المديرة التنفيذي للجمعية وبحب أحكي شوي عن الجمعية الجمعية تأسست بالألف تسعمية واربعين بحيفا وانتقلت بالألف تسعمية وخمسين للأردن رسالتنا هي تمكين الشباب تمكين الشباب بمعنى انهم نساعدهم على انهم يكونوا قادرين على تحصيل علمي من خلال قروض ومنح وهاي القروض طبعا بتكون حسنة بمعنى انهم هما ما بدفعوا اي فوائد ومنعمل على انه يبدوا يتساديدوها بعد التخرج وكمان اللي هو يستفيدوا منها بعملية انه خلال الدراسة انه يكون في حدا بساعدهم ماديا هاي جزئية والجزئية التانية انه احنا كمان عنا مدرسة صناعية في القدس هاي المدرسة بتقدم التعليم المهني لانه انه انتو بتعرفوا المجتمع مش بس بده تعليم اكاديمي ولكن ايضا بده تعليم مهني هاي هم نشاطين الرئيسيين للجمعية واحنا بدنا صراحة كجمعية برعاية الايتام فقط ولكن مع الظروف صرنا نحكي انه التعليم هو حق للجميع سواء كان يتيم او غيره فاحنا حاليا ندعم الطالب المحتاج ولحد الان الحمد لله الجمعية عم نحكي عن 27 الف طالب ساعدتهم خلال رحلتها الطويلة نعم عبارة اردنيا نشوف كيف بتقيمي سؤالي كان كيف بتقيمي رعاية الايتام اردنيا احنا فعليا زي ما حكيتلك احنا بصير عنا طلبات وهاي الطلبات بصير في عنا تقييم لوضع الاقتصادي للطالب اللي في الجامعة ومنشوف اذا هو غير قادر فعليا وبرده كمان في عنا شرط انه يكون متفوق دراسيا نعمل على مساعدته في عنا كريتيريا من خلالها بنعمل سكورنج للطالب من ضمنها صراحة اللي هو الطالب اليتيم سواء فاقد الام او الاب الله يخلي الاهل للجميع وبيصير انه منزيد علامة للطالب اليتيم فهاي هي الفكرة انه لانه هو ممكن يكون فاقد لمصدر دخله وما في حدا يساعده فمنعطيهم هاي القروض خلال دراستهم الجامعية طب خلينا نحكي ايش المسارات اللي بتمشي عليها الجامعية اليوم الجامعية نقلت يعني بالفترة الاخيرة ردت عملت نقلة نوعية انه احنا اشتغلنا على موضوع تمكين الشباب كان زمان بس نعطيهم الدعم المادي خلال الدراسة ولكن هسا حاليا بنشتغل على برنامج بنيان بنيان بيشتغل على انه يبني قدراتهم سواء كان ذلك في مهارات معينة عم نحكي عن communication skills عم نحكي عن لغات بنعطيهم هاي الدورات المجانية والحمد لله في عنا مدربين متطوعين معنا بالجامعية بيساعدونا بهاي المهمة والشغل الثاني انه احنا بنعمل على ربط هدول الشباب بالشركات والمؤسسات الوطنية بنروح للمؤسسة ونحكي لهم عنا طالب محاسبة وهذا الطالب بيدور على فرصة تدريب ومن ثم تشغيل فاحنا فعليا انتقلنا من مرحلة انه بس مادي الى انه نرفع قدرات ونبنيها ومن ثم نساعد على ايجاد فرصة عمل يعني بالاخير احنا بنحكي التعليم هو حق للجميع وبنحكي كمان انه مش بس مهم انك تكون متعلم مهم كمان تكون عنصر فعال بالمجتمع ومنتج عشان تعيل نفسك وبرضو تعيل عائلتك حبيت نقطة انه احنا بنقدم لهم او بنوفر لهم فرصة عمل اذا لم يجد هذه الفرصة كيف بده يتنامجوا المجتمع اكتر كيف انتو فيه مثلا دورات مثلا بتخلوا يدرس مثلا الاطفال الايتام موجودين بالمدارس يعني جميل فعليا هذا اللي عم نشتغل عليه احنا من الاشياء اللي جديدة على برنامجنا انه فرضنا على الطلاب عدد ساعات تطوع لانه احنا عم نحكي للشاب والصبية انه فعليا مجتمعك له عليك حق حتى لو يعني منحكي انه اللي محتاج ما عنده وهد او ما بهده بس لا فعليا من تجربتنا شفنا هذا الاشي التطوع لما تطوع بمؤسسات المجتمع المحلي ما تتخيله خده تغيرت نظرته للحياة وخده تغيرت كم من فتحت له فرصة عمل مع ناس معينين فهاي جزئية جزئية تانية مثلا كل طلابنا منخليهم مثلا يحضروا دورة تدريبية اسمها how to get a job منعلموا كيف يكتب السي في كيف يعمل الانتريفيو منحطوا رولي بلاي and so on فالحمد لله معدل صراحة اذا منحكي عن نسبة الناس اللي عم بيشتغلوا من الطلاب المستفيدين بالجمعية عالي جدا الا اذا مثلا صبية ما مثلا اتزوجت او ما بدت تشتغل and so on بس بالمجمل احنا عم نحكي عن نسبة عالية بيكونوا خلاص يشتغلوا وامورهم تماما طب خلينا نحكي في جهات عم بتعاونكم وعم تدعمكم بهذا الموضوع في جهات الحمد لله في عنا احنا طبعا هي احنا جمعيتنا جمعية مستقلة وفي عنا داعمين individual يعني افراد بيفتحوا عنا صندوق هذا الصندوق بيغذي للطلاب وبعد ما يتخرج الطالب بيرد بيرجع المساري على الصندوق فبتغذي بيغطي طالب جديد عنا شركات برضو بتتبرع عنا ولكن للأسف يعني زي ما بنشوف الوضع الناس يعني عم بيزيد الطلب صح صح مقابل ذلك احنا بنحتاج لاكبر دعم للجمعية حاليا يعني ادرجنا اللي هو برنامج كفالة طالب بيجي للمتبرع في بعض المتبرعين ما بحبوا يلتزموا معنا فترة طويلة بحبوا بس انو يضطي طالب فحاليا حددنا طلاب محتاجين مطابقين للشروط وبنا نعرضهم على المتبرعين فممكن يكون طالب بس بده الف دينار ممكن طالب بس بده تلات تلاف دينار بالزبط بالزبط فهذا اللي بنتمنى انو فعليا يساعدنا انو نغطي اكبر عدد من الطلاب يعني اهم مثلا تحدات وتوجوها غير التحديات المالية وهي الاهم والاكبر وهي سبب بين اسباب استمراركم تحديدا في تحديات كبيرة سواء كان ذلك يعني عم نحكي المالي هو تحدي لانو تيجيكي طلبات وتتمنى انك تغطي الجميع سهية بس التحدي الثاني اللي عم نشتغل عليه اللي هي طريقة التفكير الشباب يعني انا من خلال عملي بالجمعية عم بلتقي بالشباب وللأسف في عنا هاي الطريقة التفكير انو شو بدي اعمل والدنيا واسطة فعم نشتغل على موضوع انو لأ اتعبع حالك واشتغل وشوف كيف ممكن تطور قدرتك يعني المجال مفتوح كتير امامنا هسا للتعليم والتدريب فهاي هي الجزئية برضو تحدي وبتمنى انو الشباب بيغيروها يعني في تعاونات مع منظمات مجتمع بدني بعض المثلا في عنا العديد من الجهات مثلا تعنا بالايتام او حتى الفقراء نوعا ما لانو ايضا هناك اذا كان مثلا مش يتيم مش قادر يكمل دراسته كيف تقدروا تساعدوا كيف تقدروا بهذه التعاونات ايضا درج الشباب مهم فتتوجهوا للجامعات بالتوعي والثقيف لأهمية التطوع واعطاء المساعدة للاخر صحيح صحيح هو فعليا بالجامعات زي ما حكيت لك احنا يعني عم بندخل الشباب كمتطوعين مع الجامعية وبنفس الوقت المستفيدين من الجامعية صار لازم انو يتطوع تعاوناتنا مع المؤسسات مختلفة يعني في مؤسسات حسب طبيعة المؤسسة في مؤسسات تحتاج لمتطوعين احنا منوفر لهم المتطوعين وفي مؤسسات مثلا شركات استشارية بتقدمنا استشارات يعني عم نحكي عن إذا عندنا مشاريع هندسية أو بيقدمونا إياها مجانا فبدعمونا بشكل أو بآخر شركات التجارية لما عم نحكي عن تشغيل الطلاب مؤسسات تطوعية مثل لويك بيروحوا شبابنا بتطوعوا معهم وبساعدوهم برسالتهم فيعني عملية التعاون مع المؤسسات تفردها يعني طبيعة المؤسسة هي اللي بتفرد طبيعة التعاون معها يعني مهندس صفاء جرار نحنا تشرفنا فيك اليوم وإن شاء الله بتكبروا بالجمعية إن شاء الله إن شاء الله يعني هي الجمعية من الجمعيات القديمة جدا شكراً والحمد لله ونتمنى نتطور عملنا ليلة هذا وشكراً لكم على الاستضافة ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر